الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبائي طلبات الصف الرابع نتابع اليوم حل أسئلة نص القراءة أخذنا في الحصص السابقة مهارتي الاستماع والتحدث ثم أخذنا نص القراءة قمنا بتطبيق الاستراتيجيات جميعها على النص اليوم سنقوم بحل الأسئلة المتعلقة بنص القراءة الذي كان بعنوان رحلة ريشا نفتح كتابنا على صفحة رقم سبعة ونبدأ بحل الأسئلة معاني المفردات والتركيب أحبائي تقومون بحفظها حفظا أي المطلوب حفظ أسئلات معاني المفردات والتركيب نرى السؤال الأول يقول السؤال الأول اختر من الشكل المجاور ما يناسب معنى الكلمة واكتبه في الفراغ السؤال الأول لدينا شكل هنا فيه مجموعة من الكلمات يجب أن نختار منه الكلمة التي تناسب وتؤدي نفس معنى الكلمات الموجودة في السؤال نبدأ بقراءة معاني الكلمات التي هنا ثم قراءة الكلمات التي هنا أيقنى ينزع غدير يليق طافية هنا عائمة يناسب تأكد يزيل هبت نهر صغير المقصود والمطلوب من السؤال أن نستخدم كلمة من هنا وكلمة من هنا الكلمتين تؤديان المعنى نفسه أيقنى نبحث هنا كلمة تعطي نفس معنى أيقنى تأكد نكتب في الفراغ تأكد ينزع هل هي عائمة أم يناسب أم ماذا ينزع معناها يزيل غدير معنى غدير نهر صغير يليق معنى يليق يناسب طافية ما معنى طافية أي عائمة ها هو السؤال الأول وإجاباته أمامكم على الشاشة قلنا بأن السؤال الأول يطلب منا أن نختار من الشكل الموجود هنا كلمة تؤدي نفس معنى الكلمة الموجودة في السؤال ننتقل الآن إلى السؤال الثاني يقول السؤال الثاني ضاع دائرة حول الكلمة المخالفة لمعنى الكلمة الملونة إذن السؤال الثاني هو عكس السؤال الأول السؤال الأول كان يريد معنى مشابه للكلمة الموجودة لكن السؤال الثاني يريد معنى مخالف وعكس الكلمة الموجودة ألف سمعت الريشة صوتا مخيفا ما عكس كلمة مخيفا هل هي مفزعا أم هادئا أم مرعبا عكس مخيفا هي هادئا ننتقل إلى الصفحة رقم ثمانية باء ظنت الريشة أن الحمامة تعبت من التحليق ما عكس التحليق هل عكس التحليق هو الهبوط أم الطيران أم الارتفاع عكس وضد التحليق هو الهبوط أنهينا من السؤال الثاني قلنا أنه يريد عكس الكلمة مخالفتها في المعنى نذهب إلى السؤال الثالث يقول السؤال الثالث فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في كل مجموعة ثم أكتب معنى الكلمة في الفراغ المقابل المقصود بالسؤال الثالث لدينا كلمة نفس الحروف نفس الشكل نفس الكتابة لكننا نستخدمها في جملتين معنى كل واحدة منها في جملة يختلف عن معناه في الجملة الأخرى ألف أخذ الصياد ينزع الريش عن الحمامة معنى أخذ هنا والجملة الثانية أخذ الصياد البندقية وخرج إلى الغابة ما معنى أخذ هنا؟ الأولى أخذ الصياد ينزع الريش عن الحمامة ما معنى أخذ الصياد؟ أي بدأ الثانية أخذ الصياد البندقية وخرج إلى الغابة ما معنى أخذ الصياد؟ أي تناول نذهب إلى باء رأت البطة الريشة طافية على وجه الماء ما معنى وجه؟ الجملة الثانية نجح صديقي فظهرت ملامح الفرح على وجهه ما معنى وجهه؟ وجه الأولى على وجه الماء أي سطح الماء معنى وجه الثانية ملامح الفرح على وجهه الوجه المقصود به هنا جزء من جسم الإنسان نذهب إلى جيم هبت الريح من جديد معنى هبت؟ الثانية هبت الأم لمساعدة طفلها حين شرق بالماء ما معنى هبت هنا؟ الأولى هبت الريح من جديد ما معنى هبت الريح من جديد؟ أي عصفت من جديد هبت الأم لمساعدة طفلها حين شرق بالماء أي أسرعت انتهى السؤال الثالث قلنا بأن السؤال الثالث هو عبارة عن كلمة نفس الشكل نفس الحروف نفس الكتابة لكن معناها في كل جملة مختلف عن معناها في الجملة الأخرى لنتأكد من أن المعنى الذي كتبناه هو صحيح نقوم بكتابته بدلا عن الكلمة الأصلية أي هنا بدأ نأخذها بدل أخذ فنقول بدأ الصياد ينزع الريش عن الحمامة هنا تناول نقول تناول الصياد البندقية وخرج إلى الغابة وهكذا نذهب إلى السؤال الرابع يقول السؤال الرابع استخرج من الفقرة الأولى في الدرس ضد كلمة تتعب من الفقرة الأولى يريد عكس كلمة تتعب نبحث في الفقرة الأولى عكس كلمة تتعب ما هو ضد التعب؟ الراحة لكن نحن نريد كلمة دقيقة ها هي تستريح تتعب؟ تستريح السؤال الخامس ورد في الفقرة الأولى في الدرس كلمة بمعنى تهبط اكتبها تهبط يريد معنى تهبط نبحث في النص ها هي تحط إلى هنا نكون قد انهينا من حل أسئلة معاني المفردات قلنا بأن معاني المفردات هي حفظ مع ضرورة فهم السؤال عند التطبيق السؤال الأول كان عبارة عن معاني كلمات نحن نريد أن نختار من الشكل معنى متقارب ومتشابه مع معنى الكلمات الموجودة السؤال الثاني يريد معنى مخالف أي عكس الكلمة السؤال الثالث تفريق في المعنى أن الكلمة يختلف معناها حسب استخدامها السؤال الرابع والسؤال الخامس كان عبارة عن استخراج من النص ننتقل إلى حل أسئلة الفهم والاستيعاب الفهم والاستيعاب هي أسئلة للفهم لأن الإجابات تكون موجودة أمامك في النص مباشرة فقط عليك أن تقوم بأخذ الإجابة وكتابتها بشكل واضح وسليم حل أسئلة الفهم والاستيعاب يكون على دفتر الدفتر الخاص بالشرح والتدريبات نبدأ بالسؤال الأول أين كانت الريشة البيضاء؟ أين كانت الريشة البيضاء في بداية القصة؟ قلنا بأن أيضا الإجابة الكاملة والصحيحة نقوم بحذف أداة السؤال وعلامة السؤال فلتكون إجابة كانت الريشة البيضاء في جناح إحدى الحمامات؟ السؤال الثاني ماذا سمعت الريشة فجأة؟ ماذا سمعت الريشة فجأة أثناء تحليقها على ظهر الحمامة على جناح الحمامة؟ سمعت الريشة فجأة صوتا مخيفا سؤال الثالث لماذا حارت الريشة؟ لماذا حارت وخافت وتساءلت الريشة؟ عندما ماتت الحمامة حارت الريشة أين ستذهب بعد موت الحمامة وما المكان الذي يريق بها السؤال الرابع أذكر سبب كل مما يأتي هذا السؤال تعليل لدينا جملة ونحن نريد أن نذكر ما السبب الذي أدى إلى ذلك ألف استياء الريشة حين وضعها الطاوس على رأسه لماذا لم تحب الريشة؟ أن يتم وضعها على رأس الطاوس لأن الطاوس المغرورة بجماله وضعها على رأسه حتى يصبح أجمل إذن التعليل لماذا وضع الطاوس الريشة على رأسه يريد أن يصبح أجمل؟ فرح الريشة حين استقرت قرب ألوان الرسام لماذا شعرت بالفرح الريشة عندما استقرت جانب الألوان؟ لأنها وجدته مكانا يليق بها حيث ستكون أداة لرسم أجمل اللوحات السؤال الخامس ماذا تعلمت من الدرس؟ هذا السؤال تكون إجابته إجابة مفتوحة من آرائك وأفكارك لكن نقول كل منا له الحرية في أن يختار ماذا سيكون في الغد أي كل شخص له حرية القرار والاختيار ماذا يريد أن يصبح في الغد أو في المستقبل إذن هنا أنهينا حل أسئلة الفهم والاستيعاب نذكر بنقل الإجابات على الدفتر الخاص بالتدريبات أيضا أسئلة الفهم والاستيعاب هي أسئلة للفهم لأن الإجابة تكون أمامك موجودة في النص فقط عليك أن تعرف كيف تقوم بنقل الإجابة وكتابتها بشكل واضح وسليم إذن في حصتنا لهذا اليوم قمنا بحل أسئلة معاني المفردات والتركيب والفهم والاستيعاب الخاصة بنص القراءة وهو رحلة ريشة نلتقي بكم في المرة القادمة حصة القواعد تقومون بتجهيز دفاتركم دمتم بخير أحباء طلبة الصف الرابع وإلى اللقاء